السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في هذه النشرة العاجلة خاصة بحالة الطقس بيئة المغرب تداء من يوم غدا في النشرة اندارية من المستوى البرتوقالي يقضى اخوة العزة. فلا تنسوا دعونا باللايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم يتوقع ان شاء الله هو برياح نسبيا قوي على الجنوب الشرقي وعلى السلسل القليم الجنوبية للملكة خصوصا على قلمين وطنطار ريح قوية محلية ريح غربية. بالنسبة لتوقعات الامطار فيتوقع دخوله. امطار الرعدية غزيرة قوية محلية على عدة مناطق من الملكة خصوصا على الجيش الشرقية. على الناظر وكذلك الدريوش واسا قنتونات قرية ابو محمد. امطار الرعدية غزيرة قوية. لابو عرفة وبوانان وانشترا وسكون ومداز وافران وكذلك الحسيمة تساعدت المطارية قوية على السعيدية. بالنسبة لباقي المناطق الاخرى اجواء نسبين قائمة مع انخفاضني بدرجة الحراوة وبرياح نسبين قوية. امطار الرعدية كذلك حاضرة ان شاء الله لخنيفرة وكذلك وكذلك واشتسا خطات المطارية جد غزيرة وقوية خصوصا على دور الحسيمة. وكذلك تاونات. بالنسبة لباقي المناطق الاخرى يتوقع ان تكون اجواء غائمة مع رياح قوية. وانخفاض دلم الموصل بدرجة الحرارة. يتوقع تقصى عاصي في الفترة المسائية. ابتداء من يوم السبت خصوصا على دور والدريوش والحسيمة. واسا قن وتاونات والجيش الشرقية على وجده ابركان. اجرادة تاوريت فاس مكناس الخميسات. سكور مداز وطلحاج وميسور وعاطف واملشيل وزودشي. محتمالية تساقطات مطارية ضعيفة محلية للضاربدة والجديدة. ولد فرصة دي بالنور الوالدية والضاء والرباط وطنجان ان شاء الله. بالنسبة اليوم الاحدى استمرارات الاجواء المطاربة.